بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرح المرسلين نبدأ اليوم إن شاء الله Chapter 7 نشوفه Heat Exchangers المبدلات الحرارية في المقطع الأول نشوف Type of Heat Exchangers أول نوع نشوفه هو Double Pipe Heat Exchanger Double Pipe في عندنا Two Pipe والمفروض يكون Concentric Pipe لاحظ هذه البايب اللي فيها Hot Fluid وهذه البايب اللي اللي هي الخارجية الموجودة عندي هنا هذه تيجي في السنتر تبع ثاني يعني داخلها إذن هذا Concentric Tune كيف يشتغل Double Pipe Heat Exchanger One Fluid in Double Pipe Heat Exchanger flows through Small Smaller Pipe البيب هذي اللي هي الأصغر اللي هي الداخلية يمر منها Fluid اللي هي هذي كمان الداخلية هذا ما هو إلا مقطع سوينا هنا في هذا Data Exchanger وبعدين While The Other في حين إنه الثاني يمر عبر إيش عبر الانيونار سبيس الانيونار سبيس الثاني يمر من هنا وبعدين يمر في إيش في الانيونار سبيس إيش والانيونار سبيس لاحظة اللي هي المسابة اللي ما بين Two Pipe وإنه الثانيونار سبيس فيها كل الفلود في هذه الحالة فيتم المبادلة ما بين الهوت والكول بدون ما يمتسجوا مع بعض ال Double Pipe Exchanger فيه له نوعين فيه Parallel Flow وفيه Counter Flow لاحظ هنا عند الهوت ويطلع من هنا هذا الان تبعه وهذا اتجاهه وبعدين الثاني يطلع يدخل من هنا يطلع من هنا طب يدخل من هنا إيش اللي سوى دخل من هنا وطلع كله لاحظ إيش اتجاههم واحد إذن نسميه Parallel Flow لاحظ بنسبة لهذا اللي هو الأبرد دخل من هنا وزادت حرارة ويعني أخذ الحرارة من الهوت بالنسبة للهوت قعد تنزل حرارة فكلما اقترب الاثنين فكلما كانش ال Cold أخذ الحرارة من الهوت بالنسبة للكاونتر لاحظ الهوت دخل من هذه الناحية نفس اللي كان عندنا هنا طلع من الناحية الثانية في حين أن ال Cold دخل من هذه الناحية الأبرد دخل من هذه الناحية وطلع من هنا إذن إيش هنا اتجاهاتهم متعاكسة إذن الهوت دخل من هذه الناحية حرارته بسبب أنه أعطاها للأبرد أما الأبرد دخل ما دخل من هذا الاتجاه لا دخل من هنا فقعد زيد حرارته هل بدأ نشوف الكمباكت هيت اكسينجر إذا اللارج هيت ترانسفر سيرفيس آريا بير يونيت فوليوم ايش نعمل في هذا الحالة؟ نزود فقط السيرفيس آريا زي ما شفنا في الفينس طبعا زي ما قلنا بعض الأمثلة اللي هو الكار راجياتور زي ماهو عندك هنا لاحظ الفوليوم حجم هذا الراجياتور كم؟ نقول مثلا متر في سبعين سانتي في كم؟ في عشرة سانتي هنا أما المساحات الفينس الموجودة داخله فهذه تزود المساحة اللي هي تزود انتقال الحرارة تزود الاتج زي ما شفنا في الفينس وبالتالي تكون هنا الاريا 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 تكون لاحظ كبيرة جدا بالنسبة للفوليوم تبعه أصله هذا اللي هو يشتغل عن طريق الكروس فلو the two flute usually move في هذه الحالة زي ماهو موجود عندك في الاريا لاحظ هنا في هذه البائبس يميز عندك Through the fluid flow يسري ما بين الصفيحتين هذا وغير عن اليسري الصفيحة هذا أما في هذه الحالة نقول أنه unmixed لما يكون mix it نعني بها أنه الكروس فلوو اللي مر من هذه الناحية هو يمتزج وبالتالي يمر دائما خارج هذه البيبس هذا نسميه mix it one fluid mix it one fluid unmixed اللي هو الموجود في البيبس كل البيبس اللي موجود فيها منفصل عن اللي في البيب الأخرى هلأ ودنا نشوف shell and tube heat exchanger the most common type of heat exchanger أكثر واحد اتخدام تقريبا في الصناعات تطبيقات صناعية كيف يشتغل لاحو في عندك هذا التانك أو هذا الخزان لاحظة أنه ندخل من هنا قول ماء ساخن كيف سيمر؟ سيمر عن طريق tubes عن طريق هذه tubes pipes يمر وبعدين كله يأتي هنا ويطلع out tube في حين أنه تشل اللي تنا دخل ماء مثلا بارد أو زيت أو أي شيء ثاني فكيف سيمر سيمر خارج البايبس خارج البايبس الموجودة عندي هنا لاحظ محطوط حطينا هنا buffles أيش هما البايبس هذا بفلت هذا لاحظ اللي هي الموجودة عندك هذه البايبس هذه تضمن أنه أنه المال اللي هو بارد أصلا وإحنا عايزين يسخن عايزين ياخذ حرارة من اللي هو اللي يجري داخل البايبس هنا فنحن نطول المسار تبعه هذه تخليه يأخذ أطول مسار داخل shell علشان يكسب أكبر درجة حرارة منه ويطلع عندنا هنا عند الـ طبعا لاحظ هذا على شكل هنا دائري هذا هنا مقطع فقط لاحظ هذا اللي جاي هنا فهو يمر خارج هذه البايفس shell and tube heat exchanger are for the classified يعني يصنف بحسب عدد المسارات اللي فيه كيف heat exchanger in which the tube make one utern لاحظ هنا عندنا هنا على شكل one utern هنا هل هو طلع ورجع من جديد لتشل اللي موجود عندنا shell قصدنا بها وهذا هو الخارجي هنا اخذ utern واحدة لكن tube هذه مرت مرت داخل shell فنحن نقول انها one shell one shell pass and two tube pass مرت مرت داخل هذه tube تبعنا مرت مرت داخل هذا heat exchanger لما يكون عندنا لاحظ هنا هنا لدينا هذا u وبعد نطلع خارج shell shell لدينا ال in out ودخل من جديد اذا دخل كم مرة دخل مرتين اذا two shell pass كم مرت مرت داخل هذا shell واحد اثنين ثلاثة واربعة لنسمي four two pass السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك لدينا نانسي